المؤتمر العاشر الذي عقده اتلاف أمان حول جهوده في مكافحة الفساد عكس صورة الفساد الذي يعشعش في كثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة عبر حقائق وأرقام عرضها أمان في ظل ضعف الرقابة والمساءل وغياب دور المجلس التشريعي في هذا المجال الخلل الرئيسي كان وما زال وهو سبب الضعف الرئيسي في الرقابة وغياب المجلس التشريعي وبدون إجراء انتخابات تشريعية وحضور رسمي للبرلمان للرقابة على أداء الحكومة سيبقى الرقابة على الحكومة ضعيف جدا اتلاف أمان يقول بأن أخطر حالات الفساد تم اكتشافها في الهيئات المحلية موضحا أن ضعف الرقابة يشكل بيئة قد تؤسس لوجود فساد في وزارتي النقل والمواصلات والأوقاف وغيرها وأن ذلك بحاجة إلى مزيد من التدقيق والشفافية والتعاون مع الجهات المختصة وضع كل هذه الجهود في إطار عملية تشاركية تقودها الحكومة بالأساس من أجل لم لمت هذه الجهود المباثرة ووضعها في قالب مناسب لمكافحة الفساد رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي حضر المؤتمر اعتبر أن ضعف الرقابة على عمل البلديات ضاعف الديون على السلطة الفلسطينية بخاصة في قطاع الكهرباء والمياه مبينا أن هناك عملا جدية للرقابة على عمل الوزارات وجدنا سبعة وأربعة في العشرة مليار شيكل ديون على شركات الكهرباء والبلديات ولما إسرائيل حاليا بتهددنا بتكون ديون على الحكومة بدأخذها من المقاط الصهيمة من في الحكومة عليها دين شركات الكهرباء والبلديات واليوم كنت أحكي مجلس وزراء الإخوان إحصائيات أعطيتهم بعض البلديات عليها خمسمائة مليون شيكل دين نعم بالمفاواتي الكهرباء بدفع منها سبعين أو ستين في المئة والباقي لأنه إسرائيل آخر الشهر بتيجي لا عزمي بشارة لا شكر بشارة بتكله إذا بتوقعش على فطورة المقاصة فش تأخذ مقاصة هذا الشهر فش مصاري واعتبر أمان أن الانقسام الحاصل منذ سبع سنوات خلق بيئة تشجع على انتهاكات للمواطنين وتضييع حقوقهم وهدر المال العام عاقداً للآمال على إتمام المصالحة للتخلص من ذلك أيسر البرغوثي تلفزيون وطن